فيما يتعلق بمسألة استبعاد المرشحين المشار إليهم اللي هم 155 مرشح الأستاذ حيدر حقيقة قال أنه استبعدوا مراعاة لقوانين المفوضية زائدا قوانين قانون آخر المفوضية دكتور ليس لها دخل في مسألة استبعاد المرشحين اللي صار هو أنه بعد أن أعيدوا بموجب قرار الهيئة القضائية السباعية تم نقض المؤسسة في هذه الحالة وبعد أن أصبحوا مرشحين ليس عليهم غبار تم إعادتهم ضمن أسماء المرشحين ومراعاة لقرار الهيئة القضائية السباعية بعدها طعن طبعا هم من أعيدوا بموجب قرار مجلس المفوضين طعن بقرار مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات اللي تتعلف مثلات قضاءات غير متفرغين هاي ثابته اللي تنظر بالقضايا المتعلقة بمجلس المفوضين من طعن بهذا القرار الخاص بمجلس المفوضين اللي موجبة تم إعادة المرشحين بهالحالة المؤسسة أصبحت أمام أمر واقع يعني ليس لها دخل في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر